شو هي الشركة لما أنت بيكون إلك علاقة حية مباشرة بالله علاقة شخصية على أساس البنوة لأنك أنت صرت ابن صرت بنت للرب صرنا خليقة جديدة وهي الشركة كمان طبعا بعضنا مع بعض مثل ما بيتكلم الرسول يحنى لكن إذا أنا ببتدي أهمل مكتوب ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فمحتاجين للشركة محتاجين أن نروح للكنيسة محتاجين أنه فعلا نتبارك بكلمة الله ونتشجع أحدنا الآخر ونبارك أحدنا الآخر أنا عاوز أقول بكل صراحة في البداية غرض الله هو في الكنيسة مش حتى في البرنامج اللي بتشوفوه يعني البرنامج ما هواش بديل عن الكنيسة أنا بشجعك أنك تحضر كنيسة تروح لكنيستك تحضر كنيسة كتابية بتعلم كلمة الله وبتقود حياتك تتغزى فيها روحيا تصلي الصلاة اليومية مثل الأكسجين أنت محتاج أنت لما بتصلي بتكلم الرب وبايدو الرب أعطانا أذنين للسمع لما بتقرأ أنت بتسمع صوت الرب وإرادة الرب لحياتك شو الرب عاوز يكلمك من خلال هذا الموضوع أنا بشجعك اليوم فعلا تبتدي علاقة جديدة وحياة اللي تبين اللي فيها تشتعل بالروح القدس مع الرب والرب يقود حياتك